الرفيقات والرفاق الحضور الكريم مساء الخير نرحبكم في هذا اللقاء الذي هو بعنوان ما أتعام على ميلاد الزعيم الوطني والقومي جمال عبد الناصر من منا لا يعرف الزعيم الوطني والقومي جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر هو أحد أبرز زعماء العرب والتحديد في مصر له العديد من الإنجازات سواء على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي وسيتحدث لنا في هذه الندوة الأستاذ رضي السماك رضي السماك هو من مواليد جد حفظ في أواصل الخمسينيات حاصل على باكالوريوس علوم سياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة عام 1976 التحق بواحثا بقسم العلاقات الدولية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في نوفمبر عام 1976 عينا رئيسا لقسم العلاقات الدولية عام 1980 في نفس الوزارة شارك في تأسيس مكتبة وزارة العمل عام 1980 التحق بدورة استطلاعية تدريبية بمنظمة العمل الدولية في جنيف عام 1982 ساهم في تأسيس وتحرير مجلة العمل الشهرية التي كانت تصدرها الوزارة في أواخر وأوائل الثمانينيات قدم العديد من الدراسات والاستشارات الدولية في مجال تخصصه في الوزارة اعتقل في صيف عام 1985 بتهمة الانتماء إلى منظمة غير مشروعة جبهة التحرير الوطنية البحرانية وتعرض خلال هذا الاعتقال للتعذيب الوحشي وعيد اعتقاله في خريف عام 1988 بنفس التهمة بعد أن أصرت عليه محكمة أمن الدولة حكما بالسجن مدة ثلاث سنوات أمضاها كاملة التحق بصحيفة الأيام رئيسا لقسم البحوث والأرشيف من 1993 لغاية 2010 وكتب فيها عمودا يوميا كتب مقالات وبحوث سياسية في عدة صحف خليجية صدر له عن دار الخليج للنشر الإماراتية عام 2004 كتاب عنوان ربيع البحرين الديمقراطي نشرت له بانتظام مجلة الدراسات الاستراتيجية الفصلية التي كان يصدرها مركز الدراسات والبحوث السابق مجموعة من الدراسات والمقالات عينه سمو ولي العهد عضوا في لجنة الصحافة والنشر المكلفة بإعداد قانون جديد للصحافة والنشر بعد صدور الميثاق الوطني عام 2001 له نشاطات في مجموعة هوات التراث في وسائل التواصل الاجتماعي عضو في مركز جد حفص التقافي وقدم عدة محاضرات فيه عضو في جمعية تاريخ وآثار البحرين أحد أعضاء الهيئة الاستشارية في مجلة الثقافة الشعبية الفصلية باحث وكاتب سياسي مستقل كتب في عدة صحف محلية وخليجية وعربية وكان يكتب مقالين اسبوعيا بصحيفة الوسط قبل توقيتها طبعا سيرة ذاتية طويلة ومليئة بالأحداث اتمنى اننا موانسيت شيء اتفضل من يمدحه من يمدحه يطلع خاسر ويشبروله ايامه يعيش قمال عبد الناصر مش ناصري ولا كنت في يوم بالذات في زمنه وفي حينه لكن العثن وفساد القوم نساني حتى زنازينه في سقون عبد الناصر ملامحنا ملامحنا رقعت بعد غياب دلوقتي بس اللي فهمناه لكن لا كان حرامي ولا كداب ولا نهبنا معاه انا بحكي عن عبد الناصر شاعر العامية المصرية الراحل عبد الرحمن الأبنودي وبهذه الأمسية الليلة حكايتنا عن الزعيم الوطني الكبير جمال عبد الناصر في البداية اود ان ارحب الحضور الكريم وان اتوجه بالشكر والانتنان الى قيادة المنبر تقدمي لتاحة تملي الفرصة في هذه الأمسية للحديث اليكم عن شخصية وطنية وتقدمية ملأت الدنيا وشغلت العالم ولا سيمة في العالم العربي هي شخصية الزعيم الوطني والقومي جمال عبد الناصر طبعا الشكري انا مزدوج للمنبر الشكر العام كأي كأي واحد يلتقي بالمنبر وقدم في حالية والشكر الثاني بصفتي باحث وناشط ايضا مستقل ولطالما لنتم تعرفون جميعكم وليس المنبر فقط كنت صحفي حاولت قدر الامكان ان اكون مستحفي مستقل عن الاحزاب القائمة وليس عن التيارات السياسية فلازلتو اعتز بالتيار الذي انتمي إليه وهو ذاته تيار المنبر التقدمي ولكن ربما لا يخفى عليكم او يخفى عليكم يعني لكن افتحها هذا الشيء انا كنت من المعتقل على ذكر المعتقل وتحدثت لبعض الرفاق في المعتقل عن نيتي وطموحي الشديد اللي طالما راوادني حتى ايام ما كنت امارس اقتصاصي انا لما كنت في وزارة العمل كنت في قسم احبة بغض النظر عن المتاعب اللي واجهتها بالوظيفية قسم العلاقات الدولية يعني مثابة وزارة الخارجية داخل وزارة العمل فسألني قال لي يعني بترجع قلت لهذا الرجعة من رابع المستحيلات يعني في ذاك الوقت من الصعوبة بمكان ان الواحد اللي يطلق صراحة يستمر التعذيب او الانتقام نفسيا منه بعدم اعادته ثم حصلت الاصلاحات ورجعتها ولكن انا من خرجت من المعتقل فورا امتهنت يعني على العمل الصحفي خبرت ان انا اساسا شغف الكبير بالعمل الصحفي ورأيت انه لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يوفق هاي حسب وجهة نظري انا الشخصية لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يوفق الشخص مرحبا الدكتور علي ومرحبا بالسيدة زوجته ان يوفق ككاتب مستقل بين التزام الحزبي بالخط الحزبي اللي هو يمشي فيه ويكتب في الصحافة العامة مو في الصحافة الحزبية وبين قناعاته طبعا ممكن حتى قناعاتي انا تلتقي معها بعض الرفاق داخل الحزب ولكن لا يمكن اطلاقا هذا النظام الحزبي ليه نظام حزبي لا يمكن اي واحد منهم يكتب وجهة نظر اللي هو مخالف فيها الحزب او مشتئت فيها ويقول ان مثلا وضو البارحة اجتمعنا في اللجنة المركزية او في المؤتمر العام ولكن رأي الرفاق غلط وكان رأي كذا وكذا هذه تتعارض ولذا في بداية التسعينات ان اكرس روحي فقط للعمل الصحفي وبشكل مستقل اكتب اجتهاداتي كما انا احب رغم ان الرفاق يعني بدلوا جهود كبيرة في بداية المشروع الاصلاحي في انضمامي شرحت ليه مجهة نظري وتقبلوها ولذلك انا لا اسمحوا لي يعني لو اطلت قليل لا اخفي عليكم انني بعد بسبب حبي للصحافة يعني في معاناة نفسية شديدة الى حدثين جوا في وقت واحد الحدث الاول هو توقيف الوسط ولازلت الان متأثر وبذلت جهود كبيرة من التغريدات المح وحاول لعل تعاد وكان اعمالي مثل ما حصل من قبل اني تعاد يعاد صدورها في العيد الوطني ولم يحدث واما الشيء الثاني والذي تلازم في نفس الوقت اللي هو حل جمعية عريقة تقدمية وطنية الاهاية جمعية وعد وانتوا عارفين طبعا الخلل اللي صار الآن يعني في التيار الديمقراطي اختصر على تنظيمين المنبر التقدمي والتجمع القومي ماذا الاحتفال بهذه الدكرة طبعا كل ما زاد الحنين الجارف اقول يزداد الحنين الجارف كل ما زادت مصائب العرب السياسية والكوارث السياسية حتى اصبحنا اليوم خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي لا يكاد يمضي يوم الا لازم جايت لاننا غني لجمال عبد الناصر جايت لاننا مقطع من خطبه فهذا شيء بديه وقت الازمات والكوارث التي تمر بالمحل يشتاقون الى زعيم منقض ومخلص سواء على المستوى الديني او على المستوى السياسي طبعا على المستوى الديني انا ما في ذاكرتي الان المهدي المنتظر يعني صار اليوم الشيعة متعدبين عذاب شديد يبغون يطلع او الله يفرج عجلة ولا الان يعني هاي صار لنا يمكن فترة طويلة وان شاء الله الله يحقق منيتهم المهم فهذا الشخص المنقد او المخلص هذي عادة عندنا احنا ونفس الشي يلقى الزعيم القائد الليلة راح اتكلم في حوالي ثمان نقاط او تسع الاولى قراءة في بطاقة الهوية الزعيم الثانية سنوات التكوين الثالثة عبدالناصر وقيادته لثورة يوليو الرابعة بزوغ وصعود نجم الزعام الناصر وكيف تم ذلك الخامسة علاقة عبدالناصر بجسار المصري السادسة هزيمة يونيو وبداية انكسار المشروع القومي وبعدين عدنا السابعة عبدالناصر عبدالناصر بين تركته السياسية وتركته المالية والثامنة تراجيديا الرحيل المباغت في مساء يوم 28 سبتمبر من عام 1970 واللقط اللدار حول ذلك لكن سوف أتوقف بوجه الخصوص في ثلاثة نقاط الأولى تتعلق بالعلاقة بين عبدالناصر واليسار المصري والثانية بكارثة يونيو القاصمة هزيمة يونيو 67 والثالثة بوافاته لأهميتها كما سأوضح فيما بعد قراءة في البطاقة الهوية الاسم الكامل جمال عبدالناصر أحسين خليل سلطان المري الولادة في حي باكوس بمدنية الإسكندرية عام 1918 وتنحدر العائلة من قرية بني مر الصعيدية التي ولد فيها والده طبعا بعض المصادر ذكرت أنه ولد في بني مر ومن تحقيقاتي أنا توصلت أنه ولد في حي باكوس في الإسكندرية وسكان بني مر حينذاك يعني سواء في بداية ولادة عبدالناصر أو في العهد الناصري ما أدري بالضبط يعني السكان في فترة كان لا يتجاوز خمسة آلاف نسمة تربطهم معظمهم روابط المصاهرة والنسب وتعود أصولهم طبعا هم عرب أقحاح إلى قبيلة بني مر التي خرجت من الجزيرة العربية من دماءات السنين وأهالي القرية هم خليط من المسلمين والمسيحيين بغض النظر عن تفاوت النسبة التي توجد بها ثلاثة مساجد للمسلمين وكنيسة للأقباط أبنائهم بالترتيب حسب الولادة الدكتورة هدى ومونة وخالد وعبد الحكيم وعبد الحميد طبعا الثنين هم تيمنا بثنين من رفاقه في قيادة مجلس الثورة الأول عبد الحكيم تيمنا برفيق دربه المشير عبد الحكيم عامر وخالد برفيق دربه الثاني في الثورة وتنظيم الثورة خالد محيد بالنسبة لسنوات التكوين والظروف البيئية والسياسية جاءت ولادة عبد الناصر ومصر ومصر تدخل على مرحلة من الغليان السياسي والنهوض الثقافي والحضاري ولد 1918 وفي السنة التالية قامت ثورة 1919 فكان الجو البيئة السياسية حيوية تفتحت مداركه على نشوء الأحزاب وعلى المظاهرات التي قامت والاحتجاجات السياسية والصحاف وتعدد الصحاف وقيام الأحزاب يعني حياة سياسية خصبة جدا وشيء من الاستنارات الدينية في بعض قيادات الأزهر فكانت مرحلة خصبة كونت شخصيته وسقلته وهذه لذلك رأينا أنه شارك في بعض المظاهرات ومن ضمنها مظاهرات 1935 واحدة المظاهرات قادها بنفسه ما كان في الثانوية العامة وبعد ذلك التحق بالكلية الحربية وكانت مرحلة مهمة جدا في الكلية الحربية شاف عجرفة الإنجليز باعتبارهم ضباط ورأساء داخل الجيش مش كل الضباط والقادة الحربيين ولكن بعضهم وكانت عملية التحاق في واقع الأمر معجزة شيء معجزة لأن كان التحاق بالجيش المصري قاصر على أبناء الذوات وخاصة لهم من أصول إقطاعية فحدث قبل الحرب العالمية الثانية حسب رواية رفيقة خالد محيدين في كتابه والآن أتكلم أنه صارت هناك حاجة لتعزيز قبل الحرب والاستعدادات للحرب الصائرة بالتحديد 1938 أو 37 أنهم محتاجين لتكثير عدد الجيش وهو لحبه الشديد بعدما رفض طلب ضار يستخدم أيضا الواسطة ونجح فيها لأنه كان يريد يدخل بهذه الطريقة بعدين أمام الواقع لو كان يغلي فيه مثل ما يغلي فيه الشعب الفلسطيني أقول سوري الشعب المصري واللي وصل دروته في كارثة النكبة نكبة 1948 وما واجهه من أسلحة فاسدة خاصة أن عبد الناصر كان معروف بأنه أدى دور بطولي داخل الحرب وخاصة في محنة حصار الفالوجة حتى جرح يعني ازداد عزمة على التخلص من النظام الملك الفاسد رجع وطبعا هي هذه المشاورات لخامة التنظيم وحتى البيانات وغيرها كانت فيه مجامي على شكل أفراد وكان هو يفكر ويلتقي وخاصة معقلهم في نادي الضباط وزاد تصميم وتشكلت تنظيم الضباط الأحرار في عام 1947 وكانوا من خمسة أو ستة وبعدين زاد العدد هذه باختصار أبرز الظروف التي شكلتها طبعا الفقر العبدور وشاهد بأم عينيه في قرية بنيمر وفي القرى وشاف شنون انطهاد الطبقات العليا والإقطاعية بفقراء مصر وعمالها وكاد حينها هاي أبرز الظروف والبيئة السياسية اللي شكلت شخصيتها نأتي إلى عبد الناصر وقيادة الثلاثة يوليو في الواقع في البداية عبد الناصر هو كان يحمل مشاعر وطنية ويحمل شعارات خليط ما كانت لأي دولوجية محددة ولا فكر محدد ولذلك لما جاءت الثورة جاءت من مبادئها الستة المعروفة القضاء على الأقطاع والتخلص من سيطرة رأس المال والإحتكار وقامت جيش قوي بعد الفضيحة إلى آخره من هذه الشعارات قضاء على الاقطاع والقضاء على الاحتكارات وسيطرة رأس المال على الحكوم ويقامت عدالة اجتماعية ويقامت جيش وطني قوي ويقامت حياة ديمقراطية سليمة واللي تعرفون منذ قامت الثورة لا قامت سليمة ولا هم يحزنون الآن دعنا نأتي إلى بزوغ وصعود زعامة عبد الناصر كيف تمت في الواقع زعامة عبد الناصر بدأت من 1954 وتحديدا بعد حسم الصراع داخل مجلس قيادة الثورة فيما عرفه بأزمة مارس وكان هناك اتجاهين اتجاه يقول خلونا يا جماعة خلاص أنجزنا الثورة وكل شيء تم نرجع لثقناتنا واتجاه لا يقول لك لا في مخاوف لانقضاض على الثورة وفي عملاء وفي قوى دخيلة وهذه الأحزاب الفاسدة بعدها كتبت انقض طبعا حلوا الأحزاب في مجلس قيادة الثورة أصدر قرار بحل الأحزاب في 53 كل أحزاب الصالح والطالح فيها باسم كل العفزاد هو يطلع لك كم حزب فاسدين أو قليلين النشاط لكن الحمد لله قضاء عليهم كلهم أما الأحزاب الجسارية فلم يوجد للماركسيين لا يوجد أحزاب قومية في ذلك الفترة ولا عقوب بعد ف للتجاه الثاني طبعا هو تجاه الدعوة الديمقراطية لكن اكتشفنا أن حتى اللي يدعون الديمقراطية بما في محمد نجيب لم يقل لأداء للزعامة حسم عبد الناصر الصراع اللي صالحه وهني بدأت ترتفع رصيد عبد الناصر ووصل دروة هذا الرصيد قمته بعد عدوان 1956 طلع متوج بطل بكل معنى الكلمة والمفارقة أن عبد الناصر طلع مهزوم تقريبا عسكريا ومنتصر سياسيا طلع منتصر سياسيا بفضل الموقف السوفيتي بشكل خاص لندار السوفيتي وفضل مناوعة أمريكا إلى العدوان لأنه لم تكن على علم به وأيضا كانت تعالن أمريكا بقيادة أيزنهاور رفضها إلى الحرب فبعد الندار السوفيتي ومناوعة أمريكا اضطروا الدول الثلاثة المعتدية أن تنسح وإلا ما سوى ترى يا جماعة طبعا أكثر كارثية المشير في سنة 56 لا يختلف عنه سوى 67 بس 67 أكثر كارثية لأنه مشكلة المشير يا جماعة أنه لا يفهم شيء يعني لا يصلح قائد للجيش أبدا أطلاقا كارثة تعيينه كمشير ومو بس كل من جاء رئيس دولة وسمى لي واحد مشير وطلعت عند القدرات هاي تطلب قدرات كبيرة لكن هو الله يرحمه أبو خالد قفز حوالي خمس أنا حسبتهم يعني خمس مناصب لما وصل المشير إذن هو كل البطولات هي بس بدات الثورة يعني بدات وقائع الثورة فالمهم بعد 56 أتينا إلى 58 حدثت الوحدة زادت شعبية عبد الناصر مو بس في المصر وإنما على صعيد العالم العربي بغض النظر عن السلوب اللي قامت بها الوحدة كما تعلمون وأيضا كان في 56 يعني اللي أريد أنا أقول أرجع إلى 56 شوية أن أكبر تضامن عربي شعبي شهادت يعني المنطقة العربية مع عبد الناصر أو مع التضامن ضد العدوان فهذه العام وكانت أحداث الهيئة داخل البحرين عدنا مشتعلة ولكن أيضا اشتعلت أكثر بعد أيضا من عوامل اشتعالها وقوع العدوان وكانت هناك مواقف وتصريحات معروفة لرئاستها وخاصة المرحوم القائد الوطني عبد الرحمن الباكر يعني أنا من المتتبعي حتى مدينة بكل سماتها لو لا احنا يعني الوضع الراهن يعني للأسف الدينية والمحافظة والمحافظة مثل النجف الأشرف العربية حصرت يمكن إذا ما أقول لكم مئات عشرات القصائد من أجمل القصائد في التنديد بالعدوان من مشايخ ومثقفين وأدباء ومن تصريحات وغير لما يدل على عروبة هذه المدينة وعلى وطنيتها بغض النظر ما قالت ليلة وضاع اليوم هذا يعني أنا جبت المدينة النجف يعني لخصوصيتها الدينية طبعا نحن عارفين هناك ثلاثة مواقع دينية الأزهر ومكة السعودية والنجف الأشرف أما قم يعني فخارج العالم العربي ليست بلد عربي وكانت إيران تحت سيطرة الشواء أيضا في عام واحد ستين أو اثنين وستين بالتحديد جرت قرارات يوليو الاشتراكية الكبرى وتم تأميمات كبيرة جدا تحولات اقتصادية واجتماعية هذه التأميمات لعبت دور في إعطاء نموذج ألهم مو بس المصريين وزاد شعبية عبد الناصر وإنما العالم العربي بالإضافة للمشروع الكبير اللي عقد عبد الناصر مع السوفيت السد العالي بعد ما في سد أعتقد لليوم مشتهر السد العالي حتى فامثالنا الشعبية يقول للشعب المصري وتعاظم شعبية عبد الناصر أيضا حسم النظام السياسي توجهه الفكري بعد ما كان متذبذبا في الخمسينات في كيفية صياغة توجهه الفكري وتأسيش تنظيم سياسي من أعلى النظام يحمل هذا التوجهه فأولا عشان نعرف يعني أشكال هذا التذبذب شكل عبد الناصر تنظيم سماه الاتحاد القومي ثم شكل تنظيم ثاني عفوا عفوا أول شي شكل تنظيم سماه هيئة التحريب ثم شكل تنظيم ثاني سماه الاتحاد القومي وصولا الاتحاد الاستراكي طبعا عبد الناصر اعترف هو يعني في لوحد يروح للمصادر قالها يعني سوينا هيئة التحرير وبصراحة ما نشوف اللندسة لأنه واجد ناص عملاء ومتسلقين ومن كبار لقطاع وتقريبا نفس العدر تكرره في الاتحاد القومي وللأسف أنا يعني حسب رأي إلى حد ما ما بقوا لنفس اللي تسلقوا وانضموا في هيئة التحرير والاتحاد القومي كثرة من المتسلقين أيضا في الاتحاد الاشتراكي إلا جبعه الميثاق وتحولات الاشتراكية في بداية الستينات اي نعم طبعا عبد الناصر سوى يعني عمل توليفة ممتازة يعني في وضع مصري يعني أنا أتكلم يعني توليفة أيدولوجية تجمع بين الفكر القومي والفكر الاشتراكي الماركسي حتى الاشتراكية اللي يطبقها سمع الاشتراكية العلمية ساعات يقول الاشتراكية العربية لكن في وثائق الثورة لا يشير الاشتراك العلمية طبعا بمفهومه طبقا لما هو مطبق بالتحاسف يتي وبلدان أوروبا الشرقية بالنسبة لا تقل عن 80% في تقديري وموجب هذه التوليفة أنشأ تنظيم الاتحاد أو حزب الاتحاد الاشتراكي وكان لعبد الناصر فضل كبير في نشر اثنين معا الفكر القومي والفكر الاشتراكي الفكر القومي كما يراه هو عما الفكر الاشتراكي طبعا هو ما نشر الاشتراكية في العالم العربي بما هو يريد ولكن كما نعلم كانوا اليساريين سواء اليسار القديم ومثلا في الحزاب الشيوعية أو اليسار الجديد اللي جاء بعدين في آخر ستينات وخاصة بعد النكسة الناصرين هذا المخزن ما لهم يعني كثير من اليسار الجديد اعتمد على عناصره الناصرية ونفس الشيء الأحزاب الشوعية اعتمدت في كثير من عناصرها في النهوض الوطني العارم من 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 الناصرين كثير من الناصرين دخلوا الأحزاب الشوعية على خلفيتهم الناصرية وكثير من القوميين من اليسار الجديد أو اليسار اللي صار بعد سبعة وستين حصلوا من نفس تنظيماتهم ومن بر أيضا من قوميات أقول عفوا من أحزاب أخرى وهذه الأحزاب لعبت دور كبير القومية والوطنية في مقاومة الاستعمار وحتى في مشاريع المطالبة بالتحولات الديمقراطية وأسس عبد الناصر تنظيماً قومياً سرياً استمر أكثر من من عشرين عام سماه الطليعة العربية وصدر بهذا الشن كتاب الباحث المشهور عبد الغفار الشكر قبل سنتين فقط وهو كتاب مهم في حوالي ستمائة صفحة عن هذه التجربة لكن أنا رأي في هذه التجربة يعني ما أدري تقديري الشخصي لما قرأت بعض الأسماء اللي شاركوا فيها طبعاً هو تنظيم سري واستمر حتى إلى ما بعد وفاة عبد الناصر بـ 15 سنة بـ 85 انتهى هجوم عبد الناصر اللي كان ساحق ضد الرجعية العربية ضد الأنظمة العربية شنون هذين يبشرون بالناصرية وبعضهم وزراء في مناصب ودعاة لهؤلاء يعني في فرق بين يكون وزير وينفذ عمل التنفيدي بالخصوص يعني لا يسمح لي مثلاً الدكتور ناعلي فخرو ما كان هو يعني هو يحترم الحكومة اللي هو ينتمي إليها وكذا لكن أبداً أنا حتى في ملاحظاتي اللي كنت أقرأ ليه حتى لما كان وزير ما كتب قطش يناقض فكره القومي الذي يؤمن فيه وهذه تحسب حتى للدولة في ذي كل فترة بل بالعكس بعد حتى لما هو اضطر أنا ما بقل أجبر على الاستقالة أو على ترك كرسي وأفضل استخدام اضطر وفي فترة عصيبة كانت تشهد المدارس انتهاك لحرماتها غض النظر نحن الأحداث نلتقي إياها ما نلتقي إياها وبعد ذلك منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا فهو نشط بشكل غير اعتيادي للمساهمة في نشف فكر القومي وفي الواعي وفي معالجة الأوضاع والمحن التي تمرن به الأمة وأعتقد كلكم متفقين وهو وظيف دائم على الأحزاب الوطنية أو الجامعيات الوطنية وأطال الله في عمره إن شاء الله المهم فهذه أنا أشوفه لأن بعضهم قاعد بشكل رهيب اللي أعرفهم لا أريد أنا أذكر أسماء يعني يبشر بالنظام ويبرر وكذا فكيف هذا ما أدري يعني نجي إلى النقطة الخامسة اللي علاقة عبد الناصر باليسار اتسمت علاقة عبد الناصر باليسار بالتدفذب صعودا وهبوطا في مرحلة التنظيم السري اللي تشكل لعبوا بعض الضباط الأحرار من التنظيمات اليسارية دور وأخص بالذكر خالد محدين اللي أنا ذكرت قبل شوي أنه تيمنا باسمي سمى أحد أبناء إلى درجة أن كثير من بيانات التنظيم كما ثبت بيانات تنظيم يوليو نعم تنظيم الضباط الأحرار كتبوها الضباط الإساريين وطبعا بالتنسيق وي تنظيم طبعا خالد محدين لم يكن ينتمي لتنظيم في ذلك الوقت سار في بعض التنظيمات فترة وتركه يعني سحب بهدوب الأهم من ذلك التنظيم محتاج إلى شنو تنظيم ثورة 23 يولو تنظيم الضباط الأحرار محتاج إلى بيانات من التي تباحها طبعوها حتو تنظيمات اللي ساريها وهو أبرز تنظيم مش بس هكذا أول بيان أرادوا أن يرسلونه إلى الضباط مالهم أو الضباط اللي يتحرقون عليهم مجنودهم طبعوه طبعه خالد محيد عفوا كتبه خالد محيد دين المضاري في مالها السيد فلان فلان عشان يدخلونا في البريد الرسمي أو البريد الخاص بالتكنات الجيش ما أدري عساس لا يعرفون حق بعدين هم هذه الطريقة تخلوا عنها وصولا إلى أزمة مارس 54 فخالد محيد دين ظلوا اثنين ضباط لعبوا دور كبير إلى أزمة مارس طبعا خالد محيد دين ويوسف صديق يوسف صديق ضابط يوسف صديق استقال من مجلس قيادة الثورة من عام 1953 خالد محيد دين قعد إلى 54 مصرين وشهد كل الأزمات والأصراخ حتى على فكرة يعني سوف نأتي إليها فيما بعد الرواية التي تقول أن عبد الحكيم عامر ما انتحر قتل عبد الناصر وهذه كذوبة سخيفة جدا عند محاولات انتحار من أيام العاصفة النقاشية التي تدور داخل مجلسات قيادة الثورة مرة من المرات أتذكر يقول أنا نحن إذا ما تجتمعون وإذا ما تلحون وإذا ما تصير هذه الفوضى وإحنا انفضحنا وكذا أنا بنتحر مجود حتى البندقية ما أدري البندقية تذكر أو يعني كرر لاحظ أنا من تتبع إلى الحياة عبد الحكيم عامر كرر محاولة الانتحار طبعاً ليس جدياً أكثر من محطة الصادق الأكثر هو العودة للثقنات و اختيار الخيار الديمقراطي هو خالد محيد دين في هذا الصراع طبعاً لما نحسم الصراع خالد محيد حبيبنا أبو خالد جمال عبد الناصر كان مستاف في بعض المواقف مو بس من حدته النقاش اللي صار وخيار خالد لأنه وصل ذروة الصراع بشكل يعني مرضي مرضي جداً بين عبد الناصر ومحمد نجيب والرئيس محمد نجيب خالد أحد المرات نجيب محفوظ طلب مننا القيام بالزيارة للصعيد أسوان وركبيات القطار وطبعاً مخابرات هناك تشتغل داخل القطار ورجع وبعدين راح يا رحلة وما يدري يا عبد الناصر زعل عبد الناصر فصارت تراكمات حساسيات شخصية وغيره انتهت الأزمة قال الله يا خالد الحين انت أحسن شي ترتاح علشان يعني نفي باحترام وتوقف عنك هذه الوجع الراس والأدية تأثر طلع بره روح روح قال له وين أروح قال له روح 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 خلاص نزين بس تشوف قال له أنا ده بروح بروح إيطاليا فرنسا لا 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 هاي اللي أبغيت أقول لك لا إيطاليا ولا فرنسا هناك بعض أحزاب شوعية قوية وبيخربونك أكثر روح سويس راح لا في سياسة وبيخربونك أكثر وبيخربونك أكثر وبيخربونك أكثر سافر تكل على الله وقلبه يعني يقول مفجوع هو يترك مصر وراح لسويسرا الشيء الزين الملفت في عبد الناصر أنه كلف خالد ومحيد الدين أنه يجمع عليه كتب قال له أبغي كتب على الاشتراكية راح طبعا خالد ومحيد الدين في سويسرا وجمع عليه كتب جميلة جدا وفي أثناء العودة جاب له هبشة شنط الضار من هذه الكتب هي اللي هدت حبيبنا أبو خالد إلى الاشتراكية حتى لو بالطريقة العربية طبعا الفترة العصيبة نحن بدأ نتكلم بين اليسار وهذا هي كانت حملة الاعتقالات الكبرى التي دشنها المرحوم أو الحبيب الراحل جمال عبد الناصر في فجر يناير 1959 ليلة ناير يعني احتفال بالراس السنة الجديدة وبلغت مئات المناضلين من الجسار من التنظيمات الجسارية المختلفة لما فيهم التنظيم الأكبر الذي أحده وسقط في هذه الحملة شهيدان مناضلان الأول فريد حداد والثاني شهدي عطية فريد حداد يقرب إلى الشاعر الذي تعرفون الشهير يصير بنعمة فهد حداد وشهدي عطية من القادة البارزين طبعا أنا أصفهم بالشهادة وأصفهم بالظلم ليس لأني أنتمي للتنظيم الإساري أنا كل واحد يعني صاحب قضية وخاصة فيها مثل عليا أعتبر شهيد ما عدا داعش لكن يعني شنون القضية هذه اللي يستحق فيها هذين الاثنين رفيقين المناضلين هذا يموتون تحت التعديم ولا شيء على موقف من الوحدة طيب ليه ما يكون أنهم ما عيدوا الوحدة أنت طلت يا عبد الناصر ويا الجماعة اللي هناك وإياك في سوريا في القوميين والبعثيين أنها حل أحزاب حتى بعضهم في حتو وغيره ووافقه ولو أنا صراحة طلعت على الوثائق وهذا دكتور يعني دقيق جدا متخرج من التاريخ المرحوم رفعات السعيد في كتاب تاريخ الحركة الشعوعية المصرية المأساة أنهم قبل لا يوصلون للصدام الأخير اتبنوا الوحدة اتبنوا الوحدة العربية وأيدوا وواجهوا مواقف وشقد داخل قواعدهم قال لم تشكلكم خلاص أثر فيكم عبد الناصر بصيرون قومي صارتهم معدهم أزمة اللغة اللي قريت أنا في الوثائق كمطبوعة مطبوعة كما هي في الأصر وموضحة في الطباعة تكتب لغة قومية بس يعني ملابسات في العالم العربي فيديك الفترة الخصبة مني عبد الكريم قاسم ومناك العراق ومناك السورية وشد وفضل أوجزة عامة عبد الناصر ما استحملهم ضيفهم في التخشيب على قولة المصريين والمأساء الأكبر المأساء الأكبر أنه في عام ٦٢ صدور الميثاق العمل الوطني وصدور قرارات يوليو الاشتراكية والفكر اللي هو اقتبس منه أصحاب كلهم داخل السجن كنهم تقريبا ما في أحد منهم أبرز المناظرين والاشتراكية كما صاخر عبد الناصر تقريبا أنا أقدرها ثمانية في المهي لغة ماركسية ما عدا شوية قومية وشوية عن الدين والإسلام وكذا كأنه نساهم نهائيا من الله صحا عليهم صحا عليهم زعيم للتحاسوفيات اخروا شوف في لقاء له يا عبد الناصر طبعاً عبد الناصر حساس جداً ويفرم من أول اللفتة من أول كلام قال لي أنتوا ديرتكم فيها شيوعين ففهم هداك يعني بدأ قال لي طبعاً وغير أنا سمعت كلهم ما مش أحد نحين في مصر سمعت كلهم في السجون ذاك الوقت جار التحضير إلى زيارة خروشوف للاحتفال بتحويل مجرى النيل في السد العالي فعبد الناصر عامل كل تجهيزاته والاحتفاء بخروشوف فهذه الفترة أطلق صراحهم كلهم وطلب منهم حل الحزب وتم حل الحزب والمصري مساكن طيبين كلهم بعلك ثلاثة حزارهم وغيرهم لا لا ما كنت عندي بعدك وحزب جديد الاتحاد الاشتراكي انتو حين فيه لغة بعض مختلفة عن الموجود في الاتحاد الاشتراكي والميثاق عن لغة ماركس وراس المال والسوالف كل شي موجودة يكون طبق وانضموا يعني يمكن ثلاثة يرفضوا حل الحزب عموما كانت فترة خصبة يعني أنا ميز بين عدة مراحل هذه المرحلة التي يثخلها للتنظيم السري للضباط الحرار ومرحلة الخمسينات قبل الوحدة ومرحلة الوحدة التي امتدت إلى 1964 بعد إطلاق صراحهم وحل الحزاب الشعي لكن التأثير كما ذكرت متبادل لحد يقول لي أن عبد الناصر مثل ما أوضحتنا أنه ما أثر ولا اليساريين ما أثروا الاثنين أثروا بغض النظر عن الوحدة هل كانت الأحزاب الشعوعية والأحزاب اليسارية تقدر تشتغل من دون نهوض عارم وطني نفسها في الروح الثورية في النهوض الوطني العالم قيادة عبد الناصر مختلف تماما ولا حققت هذه المنجزات الكبرى في أهد الملكية نجي إلى المحطة السادسة طبعا أنا اللي بغيت أشير الليل ممكن نسائتي طبعا التأثير المتبادل أيضا تم حتى على المستوى العالمي من خلال التحادات لأن عبد الناصر إلى أيام السادات كان تتلقى مصر منح وبعثات وبعض المنح ذي والبعثات من التحاسف يتي في طلبة يتأثرون حتى مرة واحدة حرضوا عبد الناصر قالوا لي هاي معاهد عسكرية وفيها عن الجنجية والتثقيف العسكري اش دخل بعد ينزلون لي مواد عن الماركسية وراس المال والسوالف فاجتمع بمسؤول كبير وتحاسف يتي قالوا لا 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 ما يصير هاي جماعة نرى حين تدربون عسكري تدريب عسكري تقومون ودخنون لنا نايدولوجيا تقوم حين لنا نايدولوجيا مختلفة قالوا يا أخي يعني مو بس انتم كل اللي يجوا من البعثات الثانية كلهم أكون ندرسهم دي المواد وبعدا هاي يعني تحصيل حاصل مثل مواد المقرر القومي دل في الوزارات والمقرر الديني والسوالف يعني إذا جاز لي التشبيه بعدين ما دي شنون وصلوا إلى حل المهم بالإضافة لهذا هناك اتحادات هاي أيضا بعد كانوا مشاركين فيها الدول التقدمية العربية القومية اتحاد الشباب الديمقراطي اتحاد النساء الديمقراطي اتحاد النقابات العالمي اتحاد الطلب العالمي منظمة التضامن الأفرو آسعوي وكان أكثر منظمات استفادوا منها الماركسيين وحولوا ناصرين إلى الماركسية منظمة الشباب الاشتراكي التابعة للتحاد الاشتراكي وبالإضافة إلى منظمات أخرى يعني نجي لهزيمة يونيو 1967 مقدمات الحرب طبعا كان من أحد أسباب المرحلة اللي سميت مرحلة الجمود في أحد برجنيف بطء الحركة وهذه ميزة أقرها وأعترف بها كل من تحدثوا في اللقاءة العالمية وخاصة في روسيا اليوم البرنامج اللي أنا أتابع يعني رحلة في الذاكرة لخالد الرشد وبسببها أيضا أن في الانقلاب اللي تم على خروشوف أحد أسبابه اتصاله من موسكو إلى القاهرة لأن قبل زيارة خروشوف أو أثناء زيارة عفوا أثناء زيارة خروشوف إلى القاهرة كان عبد الحكيم عامر ويا مقررين يطلع وهذا وكذا وعبد الحكيم عامر يقول لك دائما ويتسم بشخصية شعبية وجدابة راح فقال حين هذا لازم نعطيهم أوسمة ما أدري بالضبط أعتقد هو اسمه وسام لينين أو وسام ثاني ما أدري بس غالبا وسام لينين المهم جمال عبد الناصر بلعوها عبد الحكيم عامر مقادرين يعني أبدا مقادرين يبلعونها خاصة خروشوف يعني شارك في حرب وعرف المعنى التراتبية العسكرية شنون وعارفين مأساة عبد الحكيم عامر يعني سببه في هزيمة سبعة وستين أقول سوري ستة وخمسين وسببه الأساسي حتى في الانفصال هو كان مدير مكتب هو كان أقول مدير مكتب عبد الكريم النحلاوي هو كان مدير مكتب عبد الحكيم عامر وهو قائد بطل الانفصال فعزلوا من هذه الأسباب يعني هذا أكثر من شخص تحدثوا أنه من أسباب من إعزال خروشوف ولو كان خروشوف موجود من سبعة وستين في تقديري أنه يمكن تختلف المسألة خاصة أنه خروشوف دخل في حرب ستة وخمسين ووجه نداره ومعروف أنه صدامي تذكرون حكاية أن العالم كان على شفاء حفراء مواجهة نومية في أزمة الخنازير مع كوبا وتذكرون أيضا اندار الشهير وتتذكرون أيضا انفعاله في دورة الأمم المتحدة حتى طريقة اللاحية شال الجوتي محتجش على الأمريكا والأمريكا ويضرب الجوتي فشخص صدامي هذا البطء أدى إلى تخاذل غير مقصود أو جمود في فزعة أو نجدة موسكو للقاهرة في الكارثة اللي صارت هاي في تقديري نحن بدأنا من تأخرين ترى إن شاء الله يمطق ما علينا نحاول نمشي بسرعة طبعا صارت ظروف كثيرة مقدمات للحرب إن أبرز هذه الظروف توقيع معاهدة الدفاع المشترك بين سوريا وبين مصر ومعاهدة الدفاع المشترك دي أدت إلى أن عبد الناصر يندفع في مايو بعد ما سمع أنه فيه خبر بوجود حشود عسكرية للهجوم على سوريا في الحدود المشتركة ما بين سوريا والفلسطين المحتلة أو ما تعرف بإسرائيل اتضح أن المعلومات السوفيتية غير حقيقية المخابرات السوفيتية وكذبوا حتى بعدين ناس السوفيت عقب النيار التحى السوفيتي وراح محمد فوزي المرحمة محمد فوزي بنفسه وتأكد وطلع طلع عسكرية إنه ما في ومع ذلك عبد الناصر يريد يأخذ رأي التحى السوفيتي أكدون الله في حشود وكان الخطأ الكبير اللي مارسه اللي وقع في عبد الناصر صحب قوات الطوارئ الدولية والحشود الذي أعلنها عبد الناصر ما كان يريد الحرب يا جماعة حكيم كان جدا لا بعد الحدود ولكن وجد نفسه إنه مجبور إنه يتحدى إسرائيل بن الدية إلى درجة إنه هناك محاولة لنزع الفتيل قام بها المكتب السياسي أو برجنيف في التحى السوفيتي إنه عرض على عبد الناصر الصراء لأي مدى إنه كان معتدل تنظيم لقاء سري بينه وبين رئيس الوزراء آنداك ليفي إشكول وافق يبقى يطلع من الورطة بأي طريقة وعلى الفور تم تم رسال شفرة إلى رئيس وزراء إسرائيل أقول عفوا إلى السفير السوفيتي في إسرائيل ليخبر ليذي إشكول بالمبادرة تم تخبير ليذي إشكول عبر وزير الخارجية أبا إيبان ذاك الوقت صح ومسكين هذا إشكول ساعة ثلاثة من الليل طلع اليوم حتى بجامته مني منك وافق قالوا اليوم يصير هذا الكلام في يوم 2 يونيوم اليوم يصير المبادرة قال حاضر وهو متردد بس الاستعدادات تامة للإدوان بدعم من أمريكا راح شاور عبد الناصر السوري طبعا ذاك الوقت يحكمها جناح عسكري باعتين متشدد قال لي لا 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 تلتقي يهم هادلين وما قال لي أن نبعد تطبيع ولا من هذا الوقبي قال تبضي أنت سمعت التحاسف في العالم العربي صار يخاف على التحاسف يأتي خبروا الشكول وجده فرصة شكل في نفس اليوم مبا شسم حكومة حرب خلاص قراءه عبد الناصر حكومة حرب معنات العدوان قادم لا محالة وفي 5 يونيو باغتت القوات الإسرائيلية صعقة صعقة ناصر بنسف ضرب القواعد العسكرية الجوية وهي راقدة على الأرض وهي راقدة على الأرض طبعا كان بضافة لديه المحاولة يعني رائحين رائحين ماذا كان شيء بيت لهم كان محمد فوزي عفوا عفوا الفريق عبد المنعم رياض الشهيد الفريق عبد المنعم رياض كان رئيس أركان في حرب الاستنزاف بعد ما هذا أقوم ما انتهت الحرب موجود بأعتبار هو قائد العسكرية العربية وعنده رادار على مكان ما اتذكر اسمه عجلون جديد في منطقة في الأردن اسمه عجلون مرتفعة والطل على اسرائيل لفلسطين المحتلة واضحة وأول ما قام موجة الطائرات رأسا طرش البرقير كود لكن طعا ترى البلوة وين راحت راحت في مكتب شمسي بدرون وزير الحربية المكتب الرسمي الوزاري الاداري ليس المكتب العسكري بدل مبنية الأركان يالله عاد وين شسمه فتشونها وتروح إلى القائد وغيره بعد انهم استلموها وفتشوها وكذا طافت ساعتين قاموا بالواجب الإسرائيلي اتصلوا بهيات الأركان قال له وجاية النبرقية وكفيها عينب عينب هي رمزها عينب عينب قال له عينب ايه وبطيخ ايه ايه شسم الطائرات كلها نصفت كل سنة وتطيب ولم يبقى من الطائرات إلى 20% 80% وبعدين جت المأساة عبد الناصر استقال بصدق ومأمانة وهو يتألم المشير مات عبد الناصر في سبتمبر سبعين هذه حكاية أنا لخصتها بشكل سريع حكاية كارثة يونيو 1965 إن شاء الله بحاول هو أنتو ابتدأتوني ها جماعة من ها إن شاء الله إن شاء الله نحاول إن شاء الله نختصر حاضر طبعا أسباب الهزيمة كثيرة منها غياب الديمقراطية غياب التضامن العربي الفعال وضعف الجامعة العربية ثقة عبد الناصر المفرطة في النفس بلا حدود الفشل الدريع للإعلام المصري الذي تسمى بالتخبط وزيادة المبالغة في تقدير الخسارة العدو وفساد القيادة العسكرية وعلى رأسه القائد المشير عبد الحكيم عامر وانغماس الجيش المصري في المستنقع اليمني لأن هذا أدى أيضا لأهم الكفاءات تروح إلى وين تروح إلى اليمن في دولة متخلفة جدا وما طلع منها عبد الناصر بشيء لا اليوم يتعاني من جروحها بسبب تخلفه أجي للأخ للنقطة الأخيرة اللي أنا كنت بوقف عندها أحاول أكثفها قدر أمكان اللي هي مباغتة الرحيل أنا بتوقف فقط في عجالة جدا في مسألة وفاة عبد الناصر مو علشان اشترار لحزان ولكن في شيء واحد اللي هو التشكيك في وفاة عبد الناصر بأنه مات مسموم ناس تقول أنه دل لكوه بسم في أقدامه وناس تقول أنه في المطار يوم توديع أمير الكويت يعني ارتفع عليه السكر وعطوه ماذا شنو يحبه ومن وتبته يعني أنه ما لا يصل السكر لا ارتفعه ولا شيء والثنين يعني اللي يحبونه والمعادين اللي تضافروا في الروايات الكاذبة لكن المؤسف جدا هيكل محمد حسين هيكل قبل وفاةه بسنة أو ثلاث سنوات في حديث لأنه ننجر إلى هذه الدعارة وهنين لن أقصده ثم انجرت هدى عبد الناصر طيب أنت قلت أنه يتمرن وقلت مرض القلب اللي عنده أطباء أنا قلت يمكن كتابين مع الصاوي حبيب وفايز منصور أحد أهم طبيبين وموثقين تماما على الشهادة أنه مات لارتفاع السكر وبعدا هذا إنسان ما يرحم روحه عبد الناصر أكثر رئيس يمكن ما بجو رئيس مثله ما يرحم روحه ينام خمس ساعات شوفوا شقد يقابل ناس شقد يحل قضايا ناس وللأسف يعني ويورط روحه في نفسه حتى الخلافات ما بين الفنانين هو يحلها الفنانين الكبار بين عبد الحليم وفريد لطرش وغيره وشوف كم يقابل أي إنسان قلب عليل يعني وما ينام من لخمس ساعات فما كان يعني هو يعني أبدا واحد مثله ولا اهتم رغم أنه أزوف الطبيب الخاص أقول الطبيب اللي عالج في التحاسف يأتي وصى كذا مرة قال لي لا تنروحك اشتغل بس في حدود أربع ساعات أبدا هو مصر هو عنيد جدا للعمل ولم تزم بالنصايح منذ الدبح الأولى لساعة 1969 هو السكر الرخو من 1959 آسف على الإطالة أشكر لكم سياغتكم أقول استماعكم وصغائكم وعدروني على الإطالة وشكرا لكم نشكر الأستاذ رضي استماعك على ما قدمه قبل فتح باب الأسئلة والنقاش نذكر بأهم العناوين اللي أشار لها الأستاذ اللي هي قراءة في بطاقة جمال عبد الناصر وهي عبارة عن نشأة جمال عبد الناصر عبد الناصر وقيادته للتورة في يوليو ووصول جمال عبد الناصر للسلطة بالشعبية علاقة عبد الناصر باليسار البعثات للاتحاد السوفيتي هزيمة يونيو توقيع معاهدة الدفاع المشترك ونهايتها وفاة عبد الناصر وما الآن نفتح باب الأسئلة والنقاش الحمد من هذا الورقة تعتعد لها وقلع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جئتكم من فراش المرض ومجرد أن سمعت أن الزكرة الزكرة المأوية لعبد الناصر وأهل بيتي منعوني من المجيد لمرضي فقلت أفنم الكلمة الأولى ما سمعتها لا لا بعدين يقول الأولى ما قالت حينما سمعت بالذكرة المأوية ها بالذكرة المأوية الأولى تركت فراش مرضي وأثرت عن أحضر حتى أن أهل بيتي منعوني وقلت لهم أبدا لا يمكن تكون شاء عن عبد الناصر ولا يمنعني عنه سوى الموت الحقيقة ليه تعليقات كثيرة على المحاضرة ولكن الوقت لا يكفي الوقت لا يكفي تحدثت عن الأستاذ الأستاذ عبد الغفر شكر وتحدثت عن الدكتور الصاوي وأنا قابلته شخصيا وتحدثت عن حديدته وأنا يعني حصت شرف أن أنا قابلت واحد منهم وهو على فراش الموت يعني فقص علي قصة التنظيم وأنا صابي لكن المجال لن يسمح أنا جئت إلى البحرين في الثمانينيات وما أتى به إلا أن أخي كنت منتجه إلى هولندا لأخي هناك فأخي كان هنا مدرس في الثمانينيات وقال لي أنت ناصري البحرين نصاها ناصريين 82 وجئت وقابلت أهل البحرين الكرام وفيها كبار القوميين العرب وعبد الناصر أرضعنا ونحن أطفال القومية لدرجة أن السادات اتهمه أنه غير وطني وألغى اسم مصر لأن كان كل مصري يتكلم يقول أنا عربي أنا عربي فرضعنا العروبة ومن أسباب ترجيح البحرين كما قلت حبها العبد الناصر كل مؤتمرات عبد الناصر أحضرها فأنا بتوجه للجميع هنا بالتحية لأني شعرت أنهم إخواني وتحية للبحرين القومية العربية الناصرية وشكرا شكرا لك دكتور حسن مدان فضل مساء الخير شكرا للأحضر صديق السادة رضي لتسمىك على هذه المداخلة المحاضرة بالأحضر المطولة وأنا الحقيقة كنت أتمنى يعني أن لا تغرق في التفاصيل أنا شعرت أن أنت عندك ورقة مكتوبة ونتيبدو استغرقت في التفاصيل وهي ممكن مهمة ولكن يعني تحتاج إلى مقام آخر يعني كنت أحبّد لو جرى التركيز على التجربة الناصرية يعني من أوجهها المختلفة اجتماعياً وسياسياً وحماويتها التاريخية أسباب يعني أوجه المجاحات الكثيرة التي حققتها هذه التجربة وأيضاً ما الذي أدى إلى أخفاق هذه التجربة يعني إلى حد كبير يعني يعني هذا ما كنت أنا أحضر نفسي للاستماع إليه وأعتقد أنت يعني ملم يعني ما شاء الله يعني كل هذه المسائل تم كنت تتحدث فيها بشكل أفضل مننا بكثير يعني فيعني كما أشار الأستاذ رمدوح الآن يعني أنا أحبّد أؤكد على كلامه يعني أنا أعتقد لا يوجد بحريني بصرف النظر عن توجهه السياسي والفكري إلا وهو يعني في يحمل في داخله شيء ناصري سواء كان هذا الشخص ماركسي أو طومي أو بعثي أو أو حتى غير منتمي يعني حتى المواطن البحريني العادي في تلك الفترة كان ناصريا بالفترة فجميعا بالنسبة إلينا يعني عبد الناصر كان ملهم وربما تجربته وشخصيته وهي التي قادت الكثير مننا إلى المسار العمل الوطني يعني أنا حبيت أشير إلى أن إلى النقاش الذي يدور هل 23 يونيو كان انقلابا عسكريا كما يريد البعض أن يكرر الآن أم كان ثورة وبالمناسبة يعني أنا اليوم فقط كنت أقرأ من قال فيه إشارة إلى أن التعبير الذي درجه في الإعلام المصري بعد بعد الثلاثة وعشرين يوليو كان يطلق على ما جرى بالحركة المباركة لم يكن يسميها ثورة الحركة المباركة في ثلاثة وعشرين يوليو ومشي ملفت للنظر أن أول من أطلق على ثلاثة وعشرين يوليو صفة الثورة هو أعطاه حسين هذا الرجل الخلفية الليبرالية الذي لا يمكن أن يصنى في الخانة الناصرية على الأقل قبل التجربة الناصرية يعني هو من أطلق عليها الثورة لأن المسألة لا تقاس بلحظة أو طريقة استلام السلطة عندما تقدم الضباط ونحوا الملك ووصلوا إلى السلطة وإنما بحجم الإنجازات الاجتماعية والسياسية يعني أولا ما انتحقق اجتماعيا على صعيد تلبية حاجات الشعب المصري في العدالة الاجتماعية في المساواة في ملكية الأرض وما قدمتهم من خدمات اجتماعية يعني إحدى المفارقات يعني عتات الهجوم على عبد الناصر الآن ما كان بإمكانهم أن يفقوا الحرف يعني ويصبحوا متعلمين لو لا عبد الناصر نفسه يعني الآن هم ينكرون إلى هذا الجميل نعم كان في مصر في العهد الملكي مسرح وكان فيها جامعات وكان في الأخرى لكن كم عدد المستفيدين من هذه الخدمات التي كانت موجودة التعليم كان موجودا لكن هل وصل إلى الأرياف هل وصل إلى النجوع البعيدة كم عدد الذين كانوا يتاح لهم أن يذهبوا إلى المدارس يعني هذا البعد الاجتماعي الكبير لتجربة ناصرية أعتقد هو جدير كان يعني جديرا بتسليط الضوء عليه أكبر ثانيا السياسة الخارجية المستقلة سياسة المعادية للاستعمار المعادية للأمبريالية المعادية للصهيرية داعية للتضامن العربي للوحدة العربية حركة عدم الإنحياز يعني هناك عبد الناصر هو يعني وضع مصر في المكان الذي يعني يليق بها يعني وضعها في قلب العالم يعني أصبحت محور يعني بالسياسة الخارجية ببعدها العربي الوحدة العربية والتضامن العربي والأفكار التحرر في العالم العربي والبعد الأفريقي يعني لم يكن هناك منفذ لإسرائيل في أفريقيا نرى الآن إسرائيل يعني تغلغلت في كامل أفريقيا والعالم العربي أصبح مخصيا من هذه المنطقة من هذه القارة بكاملها يعني هذه من الأمور التي كانت يعني بحاجة إلى يعني مزيد من تسليط الضوء عليها يعني من أهميتها وكان مهما أيضا لو توقفنا شوي لماذا أخفقت هذه التجربة بوفاة عبد الناصر يعني كيف حدث أن هذا الرجل ببصيرته وبالكريزب التي يتمتع بها ومكانته يختار نائبا له مثل أنوار السادات مثلا يعني يعني هناك رجال آخرين معه في مجلس تهل الثورة ومن على سبيل المثال أيضا أن غياب أن هذه التجربة في أهميتها اعتمدت على كريزب الزعيم ونفوذه وتأثيره ونحن طبعا نؤمن بدور الفرد في التاريخ والآخر ولكن الفرد في الأخير يعني إنسان زائل يعني لن يبقى دائما يعني يعني بغياب عبد الناصر وجاء شخص آخر يعني استطاع أن يقصي كل هذه الإنجازات وأن يحول السياسة يعني بدون مبالغة مئة وثمانين درجة إلى سياسة نقيضه تماما على كافة الأصل وشكرا شكرا دكتور حسن مدن ودكتور علي فخرو أخرضي شكرا جزيلا على المحاضرة وأنا أعتقد أن الموضوع بالغ الكبر وفيه تفاصيل كثيرة جدا ومليء بالأحداث وبالتالي يصعب جدا فعلا أن يستطيع الإنسان بأن يلم بمثل هذا الموضوع بساعة واحدة لكن أنا أريد أن أبرز نقطتين أساسيتين النقطة الأولى تتعلق بالخليفة أنا أعتقد أنه لم يستطع أحد أن يهز الشخصية العربية الخليجية مثل ما هزها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أعرف جيدا أن كل الولاءات الفرعية أصبحت في جهة والولاء الجديد الذي طرفه الرئيس عبد الناصر وراء الولاء القومي العروبي الشامل في جهة آنية أعرف عجائز كانوا يجلسون يسهرون في الليل إذا عرفوا أن الرئيس عبد الناصر سيتكلم البدوي في الصحراء يجلس ويستمع إلى الرئيس عبد الناصر وبالتالي ما أريد أن أؤكد عليه أن الرئيس عبد الناصر غير تغييرات جذرية مع الأسف آنية في حينها لكن وليست دائمة في الشخصية العربية جعلها شخصية تنسى الطائفية تنسى التعصب الديني تنسى الوطنية المحلية وتغفز إلى ما هو ولذلك كل إنجاز أنجزه في مصر عبد الناصر كان إنجازاً لكل عربي كان الناس يتحمسون إذا نجح عبد الناصر في قناة السويس فالناس يتبنون ذلك ويعتبرون هذه قضيتهم السد العالي قضيتهم إلى آخره من الأمور هذه النقطة أنا أعتقد أنها مهمة جداً لأن ما تعطى بما فيه الكفاية النقطة الثانية اللي أنا أعتقد مهمة جداً أنه عبد الناصر في آخر أيامه بدأ يراجع الكثير من النقاط اللي اعتبر أنه أخطأ فيها بما فيها عدم إعطاء بما فيه الكفاية للديمقراطية السياسية يعني هذا العديد كتبوا عن هذا الموضوع وأكدوا أنه بدأ يتكلم أنه إحنا والله أهملنا ركزنا كثير على الديمقراطية الاقتصادية الديمقراطية الاجتماعية ولكن نحن أهملنا الديمقراطية السياسية وآن الأوان أن نتكلم عن ذلك آخر نقطة في اعتقادي أنا أنه لو يعني مدت الأقدار في عمر الرئيس عبد الناصر ثلاثين أو أربعين سنة أخرى أنا في اعتقادي أن أن الوضع العربي كان قد تغير تغير جذري مع الأسف الشديد لأن ما عندي ذرة من الشك أن كثير من الأحداث التي نراها اليوم ما كانت لتحدث لو استمرت التجربة الناصرية لمدة أطول ولم يأخذها ذلك الانتهازي أنور السادات وغيرهم الانتهازيين الذين تبعوه وبالتالي أموتوا هذا الموضوع شكرا جزيلا شكرا دكتور علي اسم بالخير عبد النبي شكرا لأخرضي وشكرا للمتدخلين الحقيقة فتحوا ممرات خلنا نسميها لموضوع كبير طبعا نحن لا نستطيع في هذه العجالة أن يعني نعطي تجربة أو تجربة عبد الناصر حقها ونقيمها بشكل موضوعي وهناك فيه آراء كثيرة بالتأكيد الاحتفال اليوم بذكرى عبد الناصر بعد برور مائة عام وبعد يعني سبعة واربعين سنة على وفاته واللي عمدت النظام اللي جاء بعده اللي هو السادات و النظام وحسن بارك وغيره والقواء سواء في داخل مصر أو خارج مصر وإسرائيل على تشويه هذه الصورة عبد الناصر و فبركت كثير من القضايا و رغم كل هذه الإمكانيات نرى اليوم في عودة أو مش من اليوم يعني مجرد عالة تقي أو موضوع التفاة حول ما مثل عبد الناصر و ما معنى ظهور في هذه الأمة ما مثلوه ليس فقط بالنسبة للمصريين وإنما للعرب للعالم الثالث للبشرية وغيره بس هذا لا يكفي مثل ما طرح كيف استطاع السادات وليس صدفة أيضا لأن يكون السادات أو يمكن شخص آخر يطلع بعد السادات أن ينقض على كثير من إنجازات عبد الناصر وما يمثل عبد الناصر وتتراجع دور مصر وتطلع قوة أخرى في المنطقة العربية وتحقق إسرائيل ما حق أنا في اعتقادي عبد الناصر هو كإنسان كبشر لا شك أنه رجل استثنائي لكن هذا يعطينا دارس أيضا ليس الشخص الاستثنائي فقط هو لوحده قادر أن رغم من ممكن أن في وقف زمان بما يملك من الكاريزما بما يملك من المكانيات أن يسير الأمور ولكن استمرارية هذه التجربة أو تطويرها هذا هو السؤال لماذا أنا في اعتقادي الشغلات التي طرحت حتى في أيام في عبد الناصر مصر وفي عهد عبد الناصر تواجه خصوم هائلين يعني خصوم هائل عبد إسرائيل كله في اعتقادي ما كان منه حد يقدر خطورة إسرائيل حق أنا نسميه العصابات الصيونية لأنه ثم تطلع أنها دولة لها امتدادات الصيونية لها امتدادات حتى في الدول الاشتراكية حتى في مكاتب سياسية الأحزاب الشيوية كانت ممتدة هذه العناصر غير أمريكا وما كانت تمثل غير القوى الرجعية العربية التي تمتلك المال وتمتلك الإمكانيات فهنا أيضا هل تدار المعركة هل قدرت المعركة بشكل صحيح أنت ذكرت عن 67 56 مثال موجود هزيمة مبكرة رغم تأهيد الدولة وغيرها لكنها بكل المعايير هزيمة طيب من دي سبب هذه الهزيمة ليس فقد عبد الحكم عامر البنية المصرية البنية العسكرية البنية السياسية لماذا تستمر مجلس خالة التورة على طالع البطاري يعني اللي كان في كل مجلدهم مثلا أولا قلل من قيمتهم ولكن مجلدهم وما نام قابوا بإقلاب ناجح لماذا يستمروا في السلطة هل هم مؤهلين يستمروا في السلطة تستمر تتشكل للوزارات وغيرها منهم من واحد وراء الثاني وراء الثاني ولماذا يلغى الحزاب كلها يعني الاتحاد الاشتراكي القيام بتنظيم بيروخراطي دابع للدولة يوم تبغاه يقول دين دين يوم تبغاه يقول اشتراك اشتراكي هذه من الاشتراكي لماذا الاعتباد على العسكريين السوريين تغليب رأيهم الوحدة لماذا المراهن على السلال مثلا في اليمن هناك فيه كثير من الاسئلة لأنهم يتماشون او يقولون يعني فيه اشياء اخرى كان ممكن طبعا هذا لا يقلل من تجربة ولكن خلينا احنا نكون ايضا مبوعين حقوق هذه الاسئلة وليست هي فقط هزيمة وليست هذه بفعل يعني التقصيرات عبد الناصر فقط بل تقصير مجتمع بتقصيرنا احنا كلنا الذي ننجر الى الخصومات بسهولة ولا ننجز وليسنا جيدين في التحالفات وفي البرحلية وفي قرار حفونا شكرا دكتور عبد النبي ترك المجال للاستاذ رضي السمات شلنا يجيب على الاسئلة وبعدنا راح ناخد جولة ثانية خليه بعدين الجولة الثانية خليه يجيب احنا على الاسئلة أول ملاحظات الأخوة جميلة وأنا سعيد بها جدا السؤال الأولي الأخ الأخ ممدوح ما أدري هي ملاحظة أو سؤال أنا صراحة أنا جزيل الشكر يعني لتفهمك ولثنائك وأنا دائما عزي ماصر أنا درست فيها وتأثرت بها أساسا بفضل تجربة عبد الناصر وأول ما فتحت عيناي وأنا لازل الطفل فهو العدادي على الحياة السياسية مو على الحياة الطبيعية بتجربة عبد الناصر وكنا حتى وإحنا صغار نسميهني في البحرين مش عارف تسموها إيه في مصر حتى الخارجية هذه الأربعانات 25 فلس و50 فلس نجمحها وناخذ المجلات المصرية نحرص المجلات المصرية السؤوعية يعني أنا مدين لهذه التجربة بالتطور السياسي اللي وصلت لي لهذا اليوم ما أدري هل يجيني طريق آخر ما أدري ما أدري بس أنا بدأت هذا الوعي اللي أنا حين أنا فيه بداية من هذا الطريق وشكرا الدكتور العزيز علي فخره طبعا طرح والتقى في هذا الشي ويا الرفيق العزيز حسن مدن الدكتور حسن مدن أنه كان يكتفي مثل هذه تكثيف في ساعة واحدة وملاحظة يعني رايح أخذ بها وأعتقد هذه من عيوب الارتجال ليس العيوب الارتجال أن أنت هذا تقع في أخطاء أنا الحمد لله يعني يمكن كل أنا ذكرته بالارتجال يعني يعني موفق فيه يعني بس الإطالة قصدي وإن شاء الله أحاول قدر إن كان لو أتيحت لي فرص ثانية سواء في هذا المحفل أو محافل ثانية أنا أعتمد أكثر على ما هو مكتوب في الورق وأعطيه بس للارتجال شي بسيط فعلا يعني أنا أتفق قلبا وقلبا على ما ذكره وفكرنا العزيز الدكتور علي فخره بأن الخليج مدين أيضا أنا قلت من ساعة مدين تونيها هذا ناحية واحدة أنا من الخليج ومن البحرين تحديدا إلى وعي السياسي حتى عند البسطة مثل ما شرح الدكتور أو ما تفضل البيانة إلى عبد الناصر خطب عبد الناصر ما جزعيم يعني في الأمة العربية فيه اهتمام بخطبه مثل الآن وأقصد الخطب عشان للتوضيح أكثر اللي يلتفون عليه العرب لأن أعرف أن هناك فيه زعماء ليهم شعبية وهناك من يسمحهم كان يهز الخليج على مستوين على المستوى الرسمي مثل ما تفضل على المستوى الشعبي مثل ما تفضل الدكتور وعلى أنا أضيف وعلى المستوى الرسمي مثل ما هناك اهتمام الآن لزعامات في عالمنا العربي عين كانت أيدروجيتهم عند أقسام شعبية أو فئات شعبية تهتم والأنظمة أيضا تهتم بخطبهم كان عبد الناصر هكذا لكن الفارق لاهتمام أعم بكل الفئات الشعبية وأيضا مثل ما قال هو إنجازاته كل إنجازات للعربة التفقيها تماما وذكر الدكتورنا أيضا أن عبد الناصر من النقاط التي ذكرها راجع الكثير من الأخطاء وخاصة خطأه في تغييب الديمقراطية وأنا التفقيها معه تماما وأبرز مراجعة كانت في عام 1968 عندما اندلعت انتفاضة الطلاب التجاجات كانت كبرى حتى هو نفسه ذهل 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 جدا على أحكام الطيران فأصدر بيان 30 مارس الذي يعيد تنظيم الحزب للتحاد الاشتراكي وانتخابه من القاعدة للقمة ويخليه من ضم توصيات هذا المؤتمر يخليه الاتحاد الاشتراكي بحالة العقاد دائم والاهتمام بالقواعد الجماهيرية لكن ربما اجتهادا مني اختلف مفكرنا في قضية الديمقراطية بما يناسب مع سقف التي تراه الأنظمة القومية ولم يكن مراجعة شاملة جدرية يعني الأحزاب حلها هو جمال عبد الناصر حبيبنا حبيب المدائم وظلت مع الطلح حتى بعد 68 وظلت خائف منها الدليل أكبر لأكد على كلام الدكتور أنه فيه سقف للمراجعة كان عبد الناصر من متابعته لهذه المرحلة ينوي تشكيل حزبين بس عد فوين داخل التحال الاشتراكي نفسه حزب يساري حزب يميني وبعدين التقطتها السادات عقب جاء وصوى ثلاثة حزاب ضاف إليهم وسط سماو منابر يطنزون عليه الغرب أو يعيبونه قال يلا خلها عزاب وكانت شكلية يعني يمكن إلا نجاح لحد كبير حزب التجمع إلا ما زال إلا اليوم والأساس هو خالد محيد دين والله يطول في عمر هو الوحيد من مجلس قادة الثورة إلا الآن يقترب من المية أو ستة وتسعين سنة ما توفى متى توفى لأن المعلومات أنه ما توفى متأكد حسن دكتور ما في أي ما في أي إشارة له ما في أي احتفال له يعني حتى أنا لما أدخل جوغل وأكتب أخاذ محدي ما في إشارة له فواته يعني هذي إذا توفى وما في أي إشارة له ولا يحتفال به هذي أنا أقل لا أنفي تعتبر كارثة لا لا منعب حتى اليسار وحتى التقدمين يعني أنا مذهول بهذا الخبر أجرنا واجركم المهم فهو الوحيد الذي نجح هذا الحزب المهم الذي أكثر من هذا لأتقالات استمرت الدكتور قد تتعجب دكتور أنت أكيد قرأت وتابعت مجلته لطف الخولي لطف الخولي أعتقل وهذا صديق كبير من اليسار للنظام يعني أنا من ساعة تعجبت يعني منوع من الألم أو ما بقول هكوم أن يعدم ناس على قضية موقفهم من الوحدة لا عندهم لا خلايا رهابية ولا شي لطف الخولي على شنو دكتور تخيل يعني على قاعدة قاعدة جماعة بضافة لزوجته استضاف فيها منه سكرتيرة محمد حسنين هيكل وأعتقد اسمها لليان وش اسمها وواحد بعد ثالث أو رابع أعتقد توفيق الحكيم ما نمتذكر لنا والسبب قاعدين فتفضاء وداك الوقت الأهرام في وقعة الأهرام يعني مستاء مثل ما مستاء هيكل إن عبد الناصر عين إلى وزير الإعلام هذا الكلام في أبريل سنة السبعين قبل كذا شهر بس من وفاة زعيمنا في سبتمبر المهم جماعة سامي شرف اللي هي عندها احتكاك هاي ضمن أجنحة النظام الظاهر هو بالذات سامي شرف لأنه كان وزير رئاسة الجمهورية أو مدير رئاسة الجمهورية كوى كعبد الناصر عحين زوجته هادي مش اسمها لليان آسف نوال المحلاوي في نفس ليلة الحفلة اللي سوالت في الخولة علقت تعليق بسيط يعني قالت بالانجليزي أنا ما أنا متذكر هي مصد يعني يعني عقلة لازم فقد عقلة أو تجنن قالت بالانجليزي وهي كانت إنسانة ضطيف يتمنى أي مدير أي وزير في العالم عندها أتكيت كل يوم تخلي فنجال قهوة على طاولة عبد الناصر أقول سوريا على طاولة محمد حسنين هيكل ولما نزار محمد حسنين هيكل الهرام أعجب بها عبد الناصر بشكل رهيب قال ايدها ايدها السكرتيرا اللي عندك ومخلي هدى بيتها في قدمت لي القهوة طبعا موت عبد الناصر القهوة حتى لما فبركوا الرواية أنه سادات لسمامة أنه قدم لي قهوة في مؤتمر القمة المهم اللي صار أنه بعدين يوم ثاني من الحفلة أعتقلهم كلهم وظلوا معتقلين إلى يونيو يعني تقريبا السجون النصرية للأسف لم تخلوا من المعتقلين لا من الأخوان ولا من اليسار ولا يوم واحد يصير واحد اثنين يصير ولم يفكر في التعددية ولم يفكر في الشروع في دستور كان يعني لا صوت شعار لا صوت يعلو على صوت المعركة وهو اللي السائد في هذه المرحلة وظلوا يعني الكل يتعدر بإدامه صوت لا صوت على المعركة لا صوت يعني على صوت مثلا مقاومة الإرهاب لا صوت على صوت ما يعني ما أدري شنو هكذا بالنسبة لأبو منصور إن شاء الله ذكر بالنسبة للمنجزات مثل ما أكد أيضا الأخ حسن مدن دكتور حسن مدن قال أنه ناصر إنسان استثنائي بس تساءل سؤال وجهي قال ليش نقض السادات لأنه يواجه خصوم كثيرة لا أنا أعتقد فراي الشخصي حصن بيتك حصن بيتك جيد لا خصوم عندك وأنا اتفق يا الفكرة ملاحظة وجيه بس الوقت ما يسعفنا أنه كان حتى خصوم عبد الناصر ومتأثرين بالصهيونية موجودين حتى في المكاتب السياسية للأحزاب الشرعية وقرأتهم وثق هذا لكن أنا أقول حصن بيتك قبل كل شيء ومسألة للغاء الحزاب هذه أيضا أنا اتفق تماما لأنه كان شيء شنيع للغاء الحزاب وعدم الفكرة لأنه عبد الناصر عنده كان حساسية شديدة من وجود الحزاب بعد من نحن ما عندنا أخر شيء أحمد سند شكرا أحمد عبد الناصر لشعبية مو على مستوى مصر على سنوى كل الدول الشارع يتحرك الشون صار السادات في الوقت اللي عبد الناصر راح يعني عبد الناصر شعبية الشعب المصري يعني والدول العربية والشعب العربي ما يعرفون إن السادات يعني شون يأخذ محل عبد الناصر حتى لو اختلف المفروض ما يدوم لأن الشعب نصري والشعب العربي والشعب الشعبين اللي كانت عبد الناصر تقريبا في كل العالم يعني شون هذي السادات وصل لهالمرحلة هذي إنه يكون هو يرأس الجمهورية يعني أنت مثل ما من الصغار تأخذون كتيبات ملحب بالناصر تأخذون كل شي هذي شي زين وكل عارفة لأن عبد الناصر الشعبية قوية على مستوى العالم شون هي السادات يعني حتى إحنا يوم نصغار نروح نقول عبد الناصر يا جمال يا قاهر الاستعمار بعد نقول شي تان بعد عندنا كلمة ثانية بالنسبة حق السادات يعني السادات يعني أنت أخوي احتراما لك تعطينا لأن هذه تاريخة مو تاريخ إنسان سياسي ولا إنسان كان يقير الشعب شون هذي صار به البساطة دي بس هذي أخوي لحبة أقول له مشكور روحي هو سؤال أحمد حاول كثف الجاب عليه لأن خاصة أنه طرح هذا السؤال نفس صديق أبو منصور كيف وصل السادات هذا أحد أنا باختصار شديد هذا أحد يعانب ضعف الشخصية في عبد الناصر السادات تسلق كثيرا في فترة ما بعد النكسة والصدمة التي يعني منع بها عبد الناصر في رفيق عمره المشير فكان السادات أكثر واحد قدر يتسلق وخلا نائب الشيء الثاني وهذا مهم دائما أن أفكر فيه ليش السادات وصل لأن عبد الناصر لم يحسب إلى غده أبدا يعني أنت في ثلاث سنوات قائد وزعيم بهذه المكانة وهذه أبدا هل معقول يجي في بالنا أن نائب الرئيس لو أنت توفيت ما يجي مكانك حسب التراتبية والتنظيم السياسي هو من شكل دستور 64 عمل على أن يكون نائب الرئيس وفضاله شرفي وحتى لما أصيب بالجلطة القلبية الأولى والثانية الأولى في 68 والأخيرة التي أودت بحياته وهددوا أو بالأحراف حدروا جدا مرات أن ترى حاسب لنفسك ما قاعد حاسب كان الشخص الذي كنت أتمنى بكل قوة أن هو يورث الحكوم حتى بال يعني بالرؤية عبد الناصر حتى لم يكن موجود في ديمقراطية هو سامي شرف ولكن صار الصراع ما للأرباط عشر مايو وللأسف حتى هيكل دعمه لأن جزم قوة عبد الناصر الكبيرة أنه ملك مستشار ثقافي وسياسي لم يملكه أي زعيم عربية حتى الآن في كل الأنظمة بل حتى أقدر حتى في الأنظمة الاشتراكية شخص كبير مثل هيكل كان يدون حتى سعلته وحتى عطصته ما يخلي ما يدونه وماهتم بالأرشيف وبالوثائق وقفوا وقفوا السادات والعجيب بعدين همشه هو يقول أنهم كانوا يريدون يخلون السادات جماعة علي صبري شكلي وهمشه بعد حرب 73 حرب العبور ما يعني أبدا اعتدر كل تبريرات ليش وقفوا فالأزمة هي أزمة ضعف شخصية لعبد الناصر لم يحسب لمنصب نائب رئيس الجمهورية وخاصة في فترة مرضى الأخير واعتبر شكلي بالإضافة إلى موضوع الديمقراطية وهو موضوع كبير يعني مثل ما قال الدكتور علي فخره يقول أنه لو عاش عشر سنوات لا سنوات أنا أقول والله يا دكتور اللي ألمني جدا لو عاش لو لو 71 قرار العبور والمعركة متخذ في 71 ويمكن تذكرون لأخوة الطلبة هناك لما برر السادات في 71 بررها بالضباب حتى كانت تطلع شعارات الضباب الضباب الطنزون عليه يا ريت لو 71 كان وضع المعركة يختلف يعني أنا متأكد قياط عبد الناصر يدبح عمره يدبح عساسي يرتب الجيش إلى هذا لماذا بعد نذهب بعيد في آخر لحظة في آخر لحظة من موته عندما نفتح قليلا يعني الأطباد لنا الحبيب الصاوي وغيره ارتاح قليلا قالوا لأنت أستريح يقول أنا أستريح لكن لا سنوان عليه برنامج هذا آخر كلمتين أنا أريد رحي جبهة كان اشتغل بصدق وشكرا شكرا لك في الختام نشكر المتعدثين وعلى رأسهم رضي السماك وكما نشكر حضوركم ونلقاكم على خير